اشتركوا في القناة تاريخي بإذن الله في تاريخ القلعة الحمراء وفي تاريخ النادي الأهلي بشكل عام ولكل محب الرياضة المصرية ولكل محب النادي الأهلي ولكل محب الخير للرياضة المصرية والبنية التحتية في مصر أكيد هيسعد بهذا اليوم التاريخي لأن النهاردة هيكون في مفاجآت حلقة النهاردة أكيد مش هندخل في تفاصيل لأن طالما بنقول مفاجآت فمش هينفع نكشف عن المفاجآت إلا لما تتفرجوا وإلا لما تتبعوا وإلى لما تشوفه إلا يحصل النهاردة على أرض الواقع في مقر النادي الأهلي في الشيخ خازايد عموما جزء من برنامج حلقة النهاردة أكيد هنتكلم على هذه التفاصيل وهنتكلم كمان على مباراة مصر وبوركينافاس والعد التنازلي قبل هذه الموقع المهمة في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية مطش صعب جدا أكيد عندنا تفاصيل عندنا كواليس هنتكلم على آخر التطورات بعد انضمام عمر كمال عبدالواحد لعب النادي الأهلي نتيجة إصابة أحمد فتوح طاقم التحكيم الكيني اللي هيدير هذا اللقاء وصل أو هيوصل النهاردة إلى القاهرة كمان هنتكلم على تدريبات النادي الأهلي واستئناف التدريبات بعد أول مرام بالأمس عدد العناصر اللي تم تصاعدها من قطاع ناشئين للتحضير للمرحلة المقبلة أول مباراة مع فرقها تكون يوم 14-6 فأكيد مرسل كولر عامل خط التدريبات وبرنامج معين للفريق خلال الأيام القليلة المقبلة كمان عندي تفاصيل مهمة جدا بعد ما أعلن الاتحاد الإفريقي جزء من خريطة الموسم الإفريقي المقبل وبقول جزء مش الكل لأن الناس مبارح تقرت أن خلاص الخريطة تحددت وكل شيء تحدد وعلى هذا الأساس خرج التصريحات على المستوى الرسمي سواء من الربطة أو من دارة المسابقات النهاردة عندي تفاصيل مهمة هتكلم في هذا الشكل لأن أكيد الناس وصل لها تفاصيل بشكل غلط لكن لا جديد يسكر ولا قضية ما يعاد لسه الكاف محددش تفاصيل كتيرة هتكلم النهاردة في هذه التفاصيل خاصة بعد ما تم الإعلان عن موعيد القيد بشكل رسمي لقيد اللاعبين في الموسم الإفريقي المقبل حلقة فاية كوليس كتيرة نتمنى يا رب وقت الحلقة يسمح اللي احنا نتعرض أو نستعرض كل هذه الموضوعات اللي معاني النهاردة في برنامج الترين لكن كالعادة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة وعايز أسأل حضراتكم توقعاتكم إيه لتشكيل منتخب مصر في مباراة بركينا فاسو في تصفيات كأس العالم كل واحد يدخل ويشارك معانا ويتوقع التشكيل من وجهة نظره سواء من خلال متابعته الإخبارية لأخبار المعسكر وبناء عليها يبدأ يحط التشكيل أو أمنياته ممكن شاف التشكيل اللي ممكن يبدأ به الكابتن حسام حسن كل واحد يشارك معانا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات قناة الأهلي عبر السوشيال ميديا وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من أراكم في برنامج التريند لكن نروح دلوقتي لأهم العنوين البداية في تريند الأهلي الليلة حفل تتشين مشروع القرن وكمان الفريق يواصل الاستعداد لمواجهة فاركو وفي التريند المحلي طاقم حكام مصر وبوركينا يصل القاهرة اليوم زي ما قلت حلقكم حلقة فيها كواليس وتفاصيل كتيرة ولكن عشان وقت الحلقة نخرج بسرعة إلى فاصل ثم نواصل من العنوين الرئيسية اللي كانت معايا النهاردة في بداية البرنامج الليلة حفل تتشين مشروع القرن في النادي الأهلي دون الخطف التفاصيل أكيد النهاردة كل جماهير النادي الأهلي وكل جماهير الكرة المصرية والرياضة المصرية وكل واحد محب للبلد دي أكيد يكون على استعداد لمتابعة كافة التفاصيل والمعلومات والأخبار الخاصة بمشروع القرن في النادي الأهلي الميزة في النادي الأهلي مفيش كلام كتير الكلام دايما بيكون على أرض الواقع تشوف حدث تشوف تفاصيل تشوف حاجة على أرض الواقع تقدر تقول هو ده المشروع اللي هتكلم عليه الفكرة في حد ذاتها مش في إنجاز البطولة ما أنت إنجاز البطولة طول السنة بتتعرف لحاجات كتيرة بس ما بتتكلمش لأن في النهاية أنت مستني النتيجة والنتيجة بتتحقق بالبطولة نفس الأمر في المشروعات الهندسية والبنية التحتية والشغل العملاق اللي بيحصل فيه النادي الأهلي منذ سنوات طويلة دلوقتي إحنا النهاردة في يوم تاريخي زي النهاردة بنتكلم في 4 يونيو 20-24 الأجيال اللي جاية خلال سنة سنتين تلاتة عشرة خمستاشر عشرين سنة زي ما تكلمنا على إنجاز حصول الأهلي على نادي القرن من 2001 وبنتكلم فيه في عشرين واربعة وعشرين لدلوقتي بنتكلم على مشروع قرن جديد بيت بني تداء من النهاردة وهنشوف خلال الأيام اللي جاية والسنين اللي جاية على أرض الواقع هذا الكلام هو كان حلم بس أجمل ما في النادي الأهلي أن أي حلم بيحلموا أي مسؤول أو أي مجلس إدارة دايما الحلم ده لازم يكون موجود على أرض الواقع عشان تحقق كل طموحات جماهيرك وحلم الأهلوية كلهم أكيد كانت أحلام كبيرة جدا وأحلام عريضة جدا سواء على مستوى الإنجازات والبطولات أو على مستوى البنية التحتية النادي الأهلي من مقر الرئيسي لفرع واثنين وتلاتة وبنية تحتية على أعلى مستوى أفادت بالتأكيد الرياضة المصرية ولكن بنية تحتية جديدة لما تخش على مشروع عملاق النهاردة بنتكلم عليه وهو مشروع القرن بيتم تتشينه بشكل رسمي داخل النادي الأهلي أكيد هتشوفه مفاجآت وحدث كبير جدا تابعوه النهاردة من خلال تغطية على شاشة قناة الأهلي ابتداء من الساعة الثامنة من مساء اليوم وعلى مدار الساعة هتتابعوه أكيد تفاصيل وحفل فيه مفاجآت كبيرة جدا الناس تقولي تم تدينا تفاصيل مش هتبقى مفاجآة لو قلت تفاصيل من دلوقتي استنى وتفرج وتابع من الساعة 8 وبداية الحفلة هتكون الساعة 9 وهتشوف أكيد حاجات كنت بتتمناها وكنت بتكتبها كده حتى في الزكريات معاك ممكن أحضر مباراة للأهلي في استاد الأهلي ممكن أشوف في النادي الأهلي مدحف ممكن تفاصيل كتيرة قوي أكيد النهاردة هتسمعوها وتشوفوها على أرض الواقع ده جانب مهم جدا كان لازم أتكلم عليه لأنه كان علوان أساسي معنا النهاردة في برنامج التريند الجانب الثاني وهو متعلق باستئناف الأهلي للتدريبات منذ الأمس الأهلي أكيد بيستعد للمرحلة اللي جاية فيما يقرب من حوالي 14 لعب غايب عن الفريق في الأجندة الدولية الحالية فمرس الكولر أكيد بدأ تدريباته من مبارح عمل برنامج تدريبي على عدة مراحل لغاية لما يوصل لأعلى مرحلة قبل مواجهة فاركو يوم 14-6 فالمرحلة الحالية أكيد في استئنافل التدريبات فيها تفاصيل كتيرة من من اللاعبة الدوليين الموجودين في أصد سوريا من اللاعبة الموجودين في الفريق بعد غياب الدوليين ونت عندك دوليين في الفريق الأول والمنتخب الأولمبي ومنتخب يعني عدد كبير جدا وحتى المنتخبات الإفريقية حتى على مستوى أسيا وسام أبو علي مع منتخب فلسطين في إضافة تمت بانضمام عمر كمال بالأمس بعد إصابة فتوح فأكيد في تفاصيل كتيرة محتاجين دلوقتي نروح نسمحها من خلال زمننا محمد توفيق المتواجد حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان نعرف منه كل التوضحات وكل الأخبار بخصوص تدريب فريق النادي الأهلي توفيق مساء الفل وآخر الأخبار عندك من مقر النادي الأهلي بالجزيرة سهل الخير الزميلة عزيزي محمد سعيد تحياتي ديك وكل مشاهدي جمهور النادي الأهلي في كل مكان وزي ما كنت بتتكلم في البداية مشروع القرب ويا رب جمهور النادي الأهلي دايما يفضل في إنجازات ونجاحات زي ما تتكلم عحمد على الإنجاز في الجانب الإنشائي زي ما انت قلت في خط متوازي فريق الكرة بطل أفريقيا باستقنف تدريباته منذ الأمس استعدنا طبعا لمرحلة القادمة وبطولة الدور العام وعادة كبير جدا من المباريات في الفترة القادمة مستر كولر زي ما انت قلت حالت في حزبانه كل هذه المباريات ولكن بالطبع استقناف التدريبات في زلد نقص عدد شديد بتتكلم في 11 لعب في المتخب القوم المصري 3 لعبين كمان في المتخبات المختلفة كمان عندك 5 لعبين في متخب بالشباب موليد 2005 و2 لعبين في المتخب الأولمبي أعتقد يعني ده دور النادي الأهلي الوطني بالطبع ومد كل المتخبات الوطنية باللعبين سواء في كورة القدم أو كمان في كل الرياضات الحمد لله يا محمد ولكن طبعا مستمرس الكولر لعبين موجودين منذ الأمس والمحاضرة مع اللعبين وأهمية هذه المرحلة والتحديل لاستقناف بطولة الدور العام خدنا بطولة أفريقيا عملنا إنجاز كبير ولكن الموسم لم ينتهي بعد لسه عندنا بطولة مهمة جدا لجهول الجماهير النادي أهلي وهي بطولة الدور العام يقتصر بس الوجود اللعبين على لعب الفريق الأول المتوجدين ولما ينضموا إلى المنتخبات المختلفة ولكن يا محمد كمان لما تبص في تدريب النادي الأهلي تلاقي مليء باللعبين الدوليين يعني عالد كبير من اللعبين الدوليين اللي صبع إليهم تمثيل منتخب مصر موجودين في التدريبات كلهم نجوم عمر السلية حسين الشحات محمود عبد المعنى الكهرباء محمود متولي وغيرهم من اللعبين أعتقد يعني تدريبات بتسير بشكل أكثر من رائع طبعا فيه يعني انتظار تمام اللعبين بشكل متتالي بعد كده محمد سواء لعب المنتخب الشباب أو كمان اللعب اللي بتلعب في المنتخبات والأولى إن شاء الله عقب نهاية الأجندة الدولية أعتقد يبقى فترة قليلة جدا طبعا قبل مباراة فاركو ولكن طبعا لعب النادي الأهلي والجازي فن قدرين على التعامل مع مثل هذه المعطيات خاصة نتكلم محمود الفريق منتخب مصري ومع 11 لعب هيرجع تقريبا يوم 11 يونيو والمباراة أول مباراة مع فاركو هتبقى فيه على ساتبورج العرب يوم 14 يونيو أعتقد مد قليلة جدا ولكن إن شاء الله عدد كبير جدا زي ما قلنا مع اللعبين الدوليين اللي لم ينضمن المنتخبات موجودين في تدريبات الفريق الأول ومع اكتمال العدد بإذن الله رب العالمين نشوف فريق النادي الأهلي وعودته المحلية بإذن الله تكون قوية والدفاع على اللقب العام التنعي التوالي في طول الدولة عام بإذن الله رب العالمين طيب أنا شايف من الصورة اللي قدامي ويمكن دي لقطات للتدريب اللي بدأ من حوالي ساعة ساعة وربع يعني شايف قدامي عمر السلية في التدريبات شايف أحمد عبدالقادر شايف كريم فؤاد يعني حتى اللعاب اللي كان ممكن عندهم إصابات في الفترة الأخيرة كريم ندفد كمان كله بيشارك الحمد لله قائمة الإصابات خالية دلوقتي مفيش لعاب مصاب في المرحلة الحالية غير علي معلول أكيد بالفعل يا محمد عالم معلول زي ما قلت مفيش أي إصابات الحمد لله في الفريق نتمنى إن شاء الله أن ربنا يدام علينا نعمة الفترة الجاية أنت عندك طاقة تمورات كبيرة جداً يا محمد بتتكلم تقيماً في 19 مباراة تلعبهم خلال شهرين فقط فمحتاج كل لعب إن شاء الله كمان اللاعبين الموجودين فيه المنتخبات المختلفة يرجعوا بالسلامة بإذن الله رب العالمين وإن شاء الله يعني الحاجة الوحيدة اللي نقصان يا محمد هي توفيه ربنا لينا يكون اللاعبين في حالة بدنية وفنية كمان مكويسة وبإذن الله الفترة الجاية هتوأ صعبة جداً محتاجين لجهود كل اللاعبين ومحتاجين قبل ده كله كالعادة محمد لعب رقم واحد في الفريق هو جمهور نادي الأهلي يكون فضاء الفريق كعاته دائماً إن شاء الله نفرح النهاردة بالإنجاز الكبير زي ما كنت بتقول في مقدمتك وبإذن الله كمان فريق الكرة يكون فرحنا كعاته دائماً ويبقى النادي الأهلي دائماً في انتصارات وبطلات وإنجازات بإذن الله رب العالمين طيب في ظل غياب الشناوي ومصطفى شبير اللي موجودين حالياً مع المنتخب الوطني موجود عندك الزنفلي وعندك كمان أعتقد مصطفى مخلوف هل تم تصعيد حراس من القطاع ولو عندك أسماء لعيبة والمرحلة السنية لو في لعبين آخرين بخلاف مركز حراسة المرمى برضو نقول أسماءهم بحيث أن الجمهور يعرف مين أو كم لعب تم تصعيده من القطاع ويمكن أمحمد المجموعة الكبيرة اللي كانت بنتضم في الفترة اللي فاتت من قطاع الناشئين للفريق الأول معظمهم تقريباً في معسكر منتخب الشباب موريد 2005 بالطبع النادي الأهلي طبعاً تعرف أن الموسم انتهى لكل قطاعات الناشئين ولكن النادي الأهلي كعاته دائماً بعمل حساب كل حاجة فعالة كدير جداً من ناشئين الوعدين اللي كان دائماً مستر مارس الكولر بيستعين بهم في مثل هذه الفترات وكمان يمكن اللاعبين دول مجموعة كبيرة منهم بتشارك مع الفريق أو كانت مقاعدة كمان في القائمة الأفريقية في البطولة الأخيرة وبالطبع حسبت لهم أول بطولة أفريقية في تاريخهم التعامل منهم زي بقول كده محمد فريق الأمل بيتضربوا موجودين عادي جداً في ملاعب الناشئين بمريد نصر بيتضربوا بشكل يومي بحيث أن مستر مارس الكولر في أي وقت تحتاج أي حد منهم هيكون موجود فيه تدريبات الفريق الأول لكن بس الناشئ الوحيد اللي موجود في التدريبات النهارة زي ما أنت قلت في مركز حاسة المرمة بجوار محمود الزنفولي ومصطفى مخلوف موجود حازم جمال بحرس فريق من النادي الأهلي موليد 2005 موجود طبعاً علشان التدريبات المختلفة داخل قطاع الناشئين هنا في حالة احتياج مستر مارس الكولر لأي من الناشئين أو عدد زيادة من اللاعبين بالطبع هم موجودين زي ما قلت لك بيتضربوا تحت قيادة المدير الفني الحسن محمد مدارب قطاع الناشئين بالنادي الأهلي أي وقت يحتاج أي حد فيه ما هيكون موجود وزي ما قلت لك أنت بتكلم في خمس لعبين من اللي كانوا موجودين على طول سواء في قائمة الفريق في البطولة أفريقية الأخيرة أو كمان موجودين في تدريبات الفريق الأول موجودين مع منتخب الشباب دايماً يا محمد النادي الأهلي عامل بأبناء وقتع ناشئينه ويا رب دايماً زي ما قلت لك الفريق يكون موفق النادي كمان موفق الحمد لله وبسعد جمهيره في كل لحظات سواء داخل الملعب أو خارج الملعب كمان بإذن الله زي مننا محمد توفيق موفد قناة الأهلي بشكرك شكراً جزيلاً على كل هذه المعلومات والإضاحات من مقر النادي الأهلي بالجزيرة شوفنا بالتأكيد كمان وجود ريدا سليم بنيولوك جديد في التدريبات وجود أنتوني مودست نتمنى توفيق يا رب بإذن الله لكل العناصر الموجودة مع كلها خلال الفترة اللي جاية الأهلي هيرجع من الأجازة أو الفترة الحالية في التدريبات اللي هي بدون اللاعبين الدوليين على تسع مباريات في أقل من 28 يوم من 14.6 إلى 12.7 مرحلة مهمة جداً من مرحلة الدوري هتكون فاصلة في ترتيب وشكل المنافسة على بطولة الدوري العام نحرق إلى فاصل وبعد الفاصل لسه عندي مفاجآت وأخبار مهمة جداً نروح بقى للكلام المهم جداً المتعلق بالخريطة الإفريقية للموسم المقبل الحمد لله نجحنا في آخر موسم وحققنا البطولة الإفريقية وخمس نهائيات متتالية بأربع بطولات من دورة أبطال إفريقيا عشان الأهلي يوصل لدستة بطولات من الأميرة السمراء طب اللي جاية هيبقى إيه؟ حصلت بلبلة وللأسف البلبلة مش السوشيال ميديا أو من الجمهور لا ده على المستوى الرسم حتى من المسؤولين لأن بارح سمعت تصرحاته عكسها يعني تصرحات لأحمد دياب رئيس الربطة قال فيها إن إحنا مش مستعجلين على إرسال الأسماء لأنه لسه الكاف محددش تفاصيل للفترة اللي جاي وبعدها على طول خرج عامر حسين مدير دارة المسابقات في الربطة وعضو اتحاد الكرة وقال وحسم الموقف وقال لك أهل وبراميز دوري أبطال الزمالك والمصري كونفيدرالية هو طبيعي طبعاً الأهل في الدوري الأبطال لأنه حامل اللقب دي ليحة الأهل مش مستنى تلاتين ستة ولا نتاج الدوري الأول بغض النظر عن كل ده الأهل في دوري الأبطال لأنه حامل اللقب هو بطل البطولة طبقاً للواحي الكاف والزمالك نفس الأمر في كونفيدرالية لو مش هلعب دوري أبطال هو بيشارك في كونفيدرالية برضو ما عندهش مشكلة ولكن أنا أكتر حاجة بتدايقني أنه بتتقال تفاصيل بشكل رسمي من مسؤول رسمي دون الوضع في الاعتبارات أنه في خطوط عريضة الكاف بيحطها ولسه لغاية دلوقتي ما حسمهاش بمعنى الكاف مبارح لو حد خد باله لأول مرة يعلن خطوط عامة دون تفاصيل بمعنى إيه؟ زمان الكاف لما كان بيعلن أدوار البطولات بالكامل كان يقولك مثلا الدور التمهيدي والتاني أوكي يروح على دور المجموعات يقولك الجولة الأولى من كذا لكذا الجولة التانية من يوم كذا ليوم كذا لغاية ما يوصل للجولة الست يروح على الكوارتر فاينال والسيمي فاينال والفاينال يعمل نفس الكلام يقولك البطولة مثلا في الكوارتر فاينال الزهاب مثلا من 10 إلى 12 مارس والقياب من 30 إلى 31 مارس ده ما حصلش هو إيه اللي حصل؟ هو قالك التمهيدي 16-18-8 التمهيدي الثاني في نص تسعة ولكن لما راح للأدوار التانية اللي هي الأدوار المهمة اللي هي بداية البطولة دول المجموعات في شهر تسعة وفي عشر ويحداشر محطش تواريخ ولما راح لمرحلة النوك أوت الكوارتر فاينال وراح للسيمي فاينال والفاينال محطش تواريخ ليه؟ لأن الكاف عنده مشكلة مستني الاتحاد الدولي يقوله الأهلي لما يجي يلعب بطولة كاس فيفا انتر كونتيننتل في نهاية هذا العام الأهلي ممكن يلعب أربع مباريات ممكن في الجولة الأولى ما يكونش باي ويلعب مع بطل أوكيانوسيا وممكن يبقى باي وينتظر الفائز من العين الإماراتي وبطل أوكيانوسيا ممكن الأهلي لو عدى المرحلة الأولى والتانية يروح يلاعب بطل أو الفائز ما بين بطل كوبا لبرتادوريس مع بطل الكونكا كاف في 14 ديسمبر يمكن دي المعادة اللي متحدد 14 ديسمبر والفائنال 18 ديسمبر مع بطل أوروبا ريال مدريد فالمواعيد دي إمتى؟ محدش يعرفها فالكاف مش قادر يسكن المواعيد دي يبقى بالتالي الكاف حطيلك خطوط عامة لم يحدد تفاصيل حطيلك خطوط عامة بالنسبة للبطولات حتى لما جاء على ملحق الكونفيدرالية قالك إيه؟ هنستمر بنفس النظام إلغاء ملحق الكونفيدرالية ومعلوماتي لعل أو عسل ممكن النسخة الثانية من السوبرليج تتنظم بس هو برضو ما عندهش معلومة هتتعمل ولا مش هتتعمل لأن ده أمر لعلاقة بالفيفا لعلاقة بالاتحاد الدولي لولوش علاقة بالاتحاد الأفريق فهذه نقطة تانية فاللي يقرى المشهد واللي يقرى تفاصيل الكاف مبارح هيعرف أن الكاف حطي خطوط عريضة ما دخلش في صميم تنفيذ هذه الخطوط في الفترة اللي جاي الحاجة التالتة والأهم هل الكاف أعلن أنه آخر معادها هيستلم فيه أسماء الأندية يوم 36 ما حصلش هو اللايحة بتقول 36 ولكن رسميا على الورق والخطوطات الرسمية اللي عندي جزء منها ما بعدش للاتحادات وقال لهم 36 وبعدت للأسماء وما فيش مد ده ما حصلش وبالتالي أنت مش مطالب تبعد دلوقتي نتائج الدور الأول اللي بالمناسبة مش هتتحسن نتائجها إلا على نص سبعة وآخر سبعة فده جانب فأنت هتحسم أسماء الأندية بناء على إيه ده مش صح الحاجة الثانية لما جاء قال لك في موعيد القيد قال لك نقطة غابت على المسؤولين عن الكورة وعن الربطة سيبك من التمهيد الأول أنها هتقيد لعبة من 1.7 إلى 27 كده كده الأندية المصرية الحمد لله مصنفة ما بتلعبش في التمهيد الأول لكن تعال على التمهيد الثاني قيد اللعبة هيكون إمتى من 21.7 إلى 31.8 ركز في المعدة كويس قوي 31.8 يعني أنت الأندية بتاعتك اللي هتلعب المسم اللي جاي سواء دوري أبطال أو كونفدرالية هتقيد لعبتها في الفترة دي من 21.7 إلى 31.8 أنت الدوري بتاعتك هيخلص إمتى ماكسيمام حسب تصرحات رئيس الرابطة قال لك 15.8 إذن أنت تخلص المسم وتبدأ تفتح القيد واللعبة تسجل أو الأندية تسجل لعبتها من بعد 15.31 طيب طالما أنت هتسجل في التوقيت ده ما عندكش مشكلة يبقى أنت بالتالي مش مقبر أنك تبعت أسماء الأندية قبل كده لأن سهل جداً بما أن الأندية تعتك مصنفة وهتلعب من الدوري التمهيدي الثاني ممكن جداً تبعت الأهلي دوري أبطال والزمالي كونفدرالية أو تبعت أرقام مش هتبعت أسماء أندية تبعت أرقام زي ما حصلت في السنين لقبل كده عموماً في النهاية خد أكشن الأول وابعت للكاف وشوف رد الكاف ممكن الكاف يقول لك مد لغاية آخر سبعة ممكن الكاف يقول لك نعمل قرعة الأدوار التمهيدي آخر سبعة فهديك موهل الآخر سبعة تلاقي نفسك أنت بتخلص الدوري أو مش بتخلص الدوري شكل ترتيب الجدول بان قبل الدورة ما يخلص مثلاً بثلاثة أربعة أسابيع والميزة أنه عندك موقف رسمي لبطل دوري الأبطال وبطل كأس كونفدرالية فللاستعجال اللي احنا بنقول مواقف دلوقتي وهي مش سليمة وهي مش صحيحة وفي النهاية يقول لك هي محلولة سهلة بسيطة هنحلها هنحلها بس الحلها تبقى لللوايح هنحلها تبقى للخطابات الرسمية اللي بتجيلك ولكن نقول أسماء أندية انت إيش ضمنك إنه ممكن بيرامدز بعد المنافسة دي ممكن ما يكونش أول ولا تاني دوري أبطال يلعب دوري أبطال إيش ضمنك إنه ممكن يبقى فيوتشر هو اللي يلعب كونفدرالية ففي تفاصيل كتيرة فالاستعجال على أعلان أسماء الأندية من دلوقتي أعتقد أنا شايفه غير واضح وغير سليم ومواعيد القد أعتقد أن تبقى فرصة ويسأل الأندية المصرية إنه مش هيكون عندها أزمة في تسجيل القيمة الأولى في الفترة من واحد وعشرين سبعة لواحد وثلاثين تمانية خلاص الدوري خمستاشر تمانية ستتاشر تمانية سبعتاشر تمانية لسه عندك إسبوعين لغاية واحد وثلاثين تمانية فبالتالي ما فيش أي أزمة ولكن المعلومة اللي عايز أكدها لحضراتكم الكاف ما عندوش تفاصيل عشان يعلنها هو حط خطوط عريضة عشان يبعت للأندية لأنه عنده أزمة كبيرة مستنى الفيفا يختروا بكذا حاجة وأكبر دليل كمان وهو بحدة الرزنامة والأجندة دي لم يعلن متى ستلعب بطولة كأس السوبر الإفريقي بين الأهل والزمالك لأن الكاف لغاية دلوقتي ما عندوش توقيت رسمي وما عندوش مكان رسمي يقدر يلعب في البطولة اللايحة بتقول ملعب بطل دور الأبطال دي اللايحة واضحة ولكن اللايحة برضو قدد الحق لللجنة التنفيذية استثناءاً إن هي تختار تبقى لي العروض اللي ممكن تتقدم لها مصر مش محتاجة تقدم عرضة على فكرة يعني برضو أنا برح قريد تصريحات مع كامل احترام لكل التصريحات اللي تقالي مصر مش محتاجة تقدم عرض لأن كده كده بطل دور الأبطال من مصر عايز تقدم عرضه وتخلي الكاف مايروحش في سكة إن يسوق البطولة في أماكن أخرى قدم عرض مالي ادخل بشركات عندها عروض مالية تجبر الكاف إنه ينظم البطولة في مصر ده لو هو مش هيلعب البطولة في مصر وعنده عروض تانية فتخش في المنافسة ولكن فكرة اللي احنا نطلب التنظيم هو كده كده الأهل بطل دور الأبطال وكده كده اللايحة بتقول إن البطولة بتتلعب على بطل دور الأبطال على ملعب بطل دور الأبطال ولكن نطلب التنظيم والكاف يحدد الملعب قانوناً لائحياً لا كلام ده أصلاً يعني مش لوجك خالص ولا بيتنفس بالشكل ده ولا بالطريقة دي لو الكاف عنده عروض هينائش ساعتها العروض ويشوف أفضل عرض مالي ما عندهش عروض من غير ما تقدم كده كده المرشة هيتلعب في ملعب النادي الأهلي ركزوا في التفصيلة دي في ملعب النادي الأهلي طيب ده جانب متعلق بالاتحاد الإفريقي لأنه كان كلام مهم جداً لازم نشرحه للناس في الظل إن فيه معلومات بتتشرح للناس بشكل غير أنا مش هروح بقى القصة لايحة ربطة الأندية بتقول المواجهات المباشرة ولا مين سبق مين في الجدول طالما الأمر أكيد لا يخص النادي الأهلي فده شأن الربطة مع الأندية هي اللي تحدد تبقى ليه احتياجاتها وتبقى ليه المعلومات اللي هي هتشوفها فيه الأيام اللي جاي الجانب التاني اللي عايز أتكلم عليه هو جانب متعلق بمنتخبة الوطنية مطشو مهم جداً يوم الخميس اللي جاي مطشو بوركينا فاسو بوركينا فاسو أربع نقاط مصر ست نقاط فالمنافسة أكيد مهمة في هذا اللقاء عشان تتصدر وتبعد مهم جداً تبعد عن الحسابات المعقدة واللغة تمات بدري بدري وما لازم تكسب قبل ما تسافر وتروح تلعب في غينيا بيساوي الاتنين اللي جاي فمطش صعب جداً محتاج شغل كتير مبارح كنت بناقش مع حضراتكم فكرة لو أحمد فتوح مش جاهز ومحمد حمدي موقوف جهاز المنتخبة يتعامل ازاي بالمناسبة على فكرة مبارح لما كنا من الكلام على إصابة فتوح فتوح لما دخل المعسكر المنتهى وكان عنده مشكلة في العدل الضم شوفي يا منها وبقى الحمد لله سليم ولكن بعد التدريب الأخير عنده مشكلة كده في الأنكل فالجهاز المنتخب فضل استبعاد فتوح طيب فتوح خارج المعسكر ومحمد حمدي موقوف هل جهاز المنتخب أنا برضو دي نقطة محتاجة تفسير ومحتاجة توضيح من جهاز المنتخب وعلى فكرة الموضوع ده ما ينفعش يعدي هو أنت لما بدأت معسكر المنتخب قبل معادل أجندة بحوالي خمس ست أيام وانت عندك فلسفة اللي انت تبدأ بدري عشان تحضر لمباراة بدري طيب دلوقتي انت جبت عمر كمال دلوقتي هل عمر كان معاك في بداية المعسكر لا طيب وانت من البداية داخل المعسكر هل ما كانش عندك معلومة أن محمد حمدي موقوف ولا عندك معلومة ولا مش واثق منها دي نقطة أنا بتكلم فيها للتفاصيل اللي جاية أو للمعسكرات اللي جاية مهم جدا التركيز في مسألة ضم اللاعبين عندك لعيب موقوف واخد لعيب زهير أيصر داخل المصاب كان لازم يكون فيه لعيب بديل أو لعيب تالت في مركز الزهير الأيصر عموما الحمد لله تحلت الأزمة والجميل في حل الأزمة أن المنتخب أو الكابتن حسام حسن ضم عمر كمال عبد الواحد اللي بصراحة وبكل أمانة قناة الأهل هنا ومن برنامج الكابتن أسامة حسني في اللقاء الخاص اللي عمله مع عمر كمال عبد الواحد كان لي مفعول السحر في حل الأزمة اللي استنحى بعض الإعلاميين وعمل أزمة وتوتر في العلاقة ما بين عمر كمال عبد الواحد وحسام حسن وده دور الإعلام الإيجابي الإعلام اللي ما بيحاولش يروح للترند السلبي الإعلام بيحاول يفيد منتخب بلده قناة الأهل الحمد لله كان ليها دور إيجابي مع منتخب مصر أزالت بالمعنى البلدي كده يعني إيه الخلاف اللي ممكن يكون البعض يتصوره ما بين الكابتن حسام حسن وعمر كمال عبد الواحد وده رسالة قناة الأهلي إن الحمد لله المنتخب وفي الصورة اللي احنا شايفينها عمر انضم للمنتخب وممكن يحل أزمة للجهاز الفني للمنتخب بلقاء بكلمتين فيهم حاجة إيجابية هتفيد منتخب مصر ده دور الإعلام والإعلام دايما دوره الرسالة والرسالة مهمة جدا تكون إيجابية من السلبية والحمد لله قناة الأهلي بجميع برامجها بنشتغل دايما بقيم ومبادئ النادي الأهلي بنشتغل لمصلحة البلد في المقام الأول وبالتأكيد بيهمنا في النهاية برضو مصلحة النادي الأهلي وبتشوفوا في النهاية الإنجازات بتتحقق دي على فكرة مش إنجازات بتتحقق جوة الملعب بس هي منظومة متكملة مجلس إدارة جهاز فني إداري طبي لعبين جمهور منظومة إعلامية المنظومة كلها بتكمل بعض فنتمنى التوفيير لمنتخبنا الوطني اللي عنده مطش صعب جدا مع بوركينة وعلى فكرة بوركينة عندها لعبة متميزة مطش ميسة طاقم التحكيم اللي يدير هذا اللقاء هو طاقم تحكيم كيني نفس الطاقم الكيني اللي أدار مباراة الأهلي ومزنبي في السادة القاهرة وهو نفس طاقم التحكيم الكيني اللي أدار مباراة الزمالك ونهضة بركان في المغرب فهو يبدو أن الطاقم الكيني الفترة الحالية يعني إيه متعود أنه يجينا شوية رحل الأهلي رحل الزمالك جاي للمنتخب فأنا نتمنى للتوفيق الحكم الكيني حكم متميز على فكرة الفترة الأخيرة بعت شوية نتيجة إصابة ولكن لما رجع للمشوار الإفريقي في المسابقات قدر إياب نصف نهائي دوري أبطال وزهاب نهائي الكونفيدرالية وهيدير مطش مهم بين مصر وبركينة فاسو في تصفيات كاس العالم طاقم بقيادة بيتر أويرو ومعه مساعد أول جيربيرت كيبوكيتش والمساعد الثاني سانويل موانجي والحكم الرابع ديكنز ميسيما نياجرو ده الحكم الرابع وده طاقم التحكيم اللي هيدير هذا اللقاء نتمنى التوفيق رب إن شاء الله لمنتخبنا الوطن دي كانت أبرز التفاصيل والأخبار والأضايا والموضوعات المثارة على السوشيال ميديا والموضوعات اللي عندنا اللي دايما بنحاول نكون معاكم كل حلقة معنا خبر جديد معلومة جديدة نقولها لحضراتكم نحرج الآن أهلا بحضراتكم من جديد والجزء الأخير من برنامج التريند اللي هنشوف فيه آخر الأخبار اللي كتبت في السوشيال ميديا وعلى كافة المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي البداية بتريند الأهلي وتصرحات همة جدا للأستاذ محمد الضماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي نقلها أو نقلتها ملعب القاهرة 24 ملعب القاهرة 24 على حسابه الرسمي على الفيسبوك نقل تصريح للأستاذ محمد الضماطي بيقول فيه مشروع القرن هو الحدث الأهم لجماهير الأهلي وخماسية سانداونز كانت صدمة كبيرة في تفاصيل التصريحات يمكن أن الأستاذ محمد الضماطي تكلم على مشروع القرن وقال كل الأمور مؤجلة للإعلان عن التفاصيل في المؤتمر مساء اليوم قال للثلاثاء والملف من الصغير على فكرة الملف كبير جدا وفيه تفاصيل كتيرة هيتم العرض وهيتم الشرح وهيتم الإعلان عنها خلال وقاء المؤتمر الصحفي وحتى واحد من عشر تفاصيل ممكن تعلم في هذا الأمر الأستاذ مثلا السيد محمد الضماطي وصف الموضوع في قصة الأستاذ إنه بمثابة الحلم للجماهير الحمراء وهو كان واحد قبل ما يدخل مجلس دارة النادي الآلي كان واحد من مشجيع النادي الآلي وكان بيسافر دايما وراء فريق الكورة في كل المباريات وكان متواجد دايما في الدرجة الثالثة هو قال ده قبل كده في كده مناسبة وانا حتى في مرة كنت متكلم معاقل من أهم الحاجات اللي احنا بنحلم بها كأهلوية سوى احنا على في منصب رسمي أو حتى بنشجع من برة إنه يكون عندنا استاذ زي كل الفرق الكبيرة العالمية وهو طبعا مش كل الفرق في العالم عندها استاذات ولكن في فرق وفي أندية لها خصوصية لو بتتكلم على الريل بتتكلم على برشلونة بتتكلم على من يونيتد بتتكلم على السيتي في فرق معينة كده على مستوى العالم نفسي أو نفسنا في مصر يكون عندنا حاجة زي دي بتبقى خاصة بالنادي الآلي وأعتقد يعني مشروع فيه شغل استثماري كبير جداً هيبقى فيه مكسب للجميع وإن شاء الله بإذن الله نسمع كل التفاصيل النهاردة بإذن الله طيب حساب بطولات بيقولوا مصدر بالآهل البطولات توقيع غرامة مالية على محمد مجد أفشا مليون جنيه بعد تصريحاته الآخيرة دي تصريحات نازلة أو ده خبر نازل على موقع بطولات حتى الآن طالما مفيش خبر رسمي موجود على الموقع الرسمي ولم يعلنوا الكابتن خالد بيبو هقدر أقول لحضراتكم أن الغرامة المالية والكلام ده عبارة عن اجتهادات إلى أن يعلن النادي الأهلي حقيقة هذه التفاصيل اللي ظهرت النهاردة طيب نروح كمان لحساب كورا بلس وبيقولوا قبل اجتماع لجنة التخطيط كولر يحدد أربع مراكز للتدعيم في الأهلي بقال كتير بشوف وبتابع أخبار نزلة على اجتماعاتها تتم بين كولر ولجنة التخطيط الرجل جي أول مبارح واشتغل مبارح واشتغل النهاردة والناس عملا تتكلم أن كولر عايز يدعم في كذا مركز المراكز اللي مكتوبة النهاردة في كورا بلس بيقولوا الدفاع والوسط والمهاجم والظاهير الأيصر وأول أمس لما قردت خبر على يلا كورا كان خريطة الصفقات والانتقالات الصيفية الأهلي هيدعم في أي مركز فكان مكتوب خمس مراكز النهاردة كورا بلس بيتكلم على أربع مراكز عموما في النهاية لا كولر اجتمع ولا اللجنة حددت ولا في حاجة رسمية نقدر نتكلم عليها دلوقتي وكلهم هقول وعيد وزيد في نفس الكلام هنسمع كتير في القصة دي لغاية لما الدور يرجع أو لما نقرب شوية من نهاية الموسم كلال الأيام القادمة المصر الرياضي بيقولوا بفرامان من الخطيب الأهلي يقرر التجديد لهذا السنائي طبعا تدخل في تفاصيل الخبر على المصر الرياضي هتلاقي ان الكلام هنا ان الكابتن محمود الخطيب وبالتنصيك مع كولر عايز يجدد لأحمد عبدالقادر وعلي معلول أحمد عبدالقادر بينتظر عودة أمير توفيق من سويسر لأن أميرج على فكرة بيحضر دورة فيفا للمدراء اللي موجودين فيه الأندية يعني كان المدير التنفيذ الساندونز موجود المدير التنفيذ الشركة الأهلي لكورة كابتن أمير توفيق كان موجود المدير التنفيذ والرياضي لنادي التراجي التونسي كان موجود هو ورشة عمل كده الفيفا عاملها على المستوى العالم والقرات كلها موجودة من خلال الأندية البارزة اللي هي بتلعب في البطولات القرية فبعد ما رجع من سويسر هيكون فيه جلسة مع عبدالقادر عشان التجديد الأمر التاني أن الكابتن محمود الخطيب أصدر فرمان بالتجديد لعلي معلول بقول لحضراتكم فيه ملفات لها أولويات دلوقتي النهاردة فيه حدث تاريخي للنادي الأهلي نخلصه أكيد هيبقى فيه اجتماعات على مستوى فريق الكورة وبعدها هيبقى فيه حاجات النادي الأهلي هيعلنها سواء لتجديد لعيبة أو لخريطة الموسم الجديد اللي الأهلي هيحضره عشان موعيد القيد اللي تم تحددها خلاص بشكل رسمي هتكون فيه الجزء الأخير من شهر 7 حتى 31 8 نكمل مع بعض ونشوف اليوم السابع قالوا أن الأهلي يراقب محمد كوناتي في مباراة بصر وبركينا بتصفيات المونديال وأن تذكر المباراة نفدت بالكامل طبعا كلام كتير أرنا الفترة الأخيرة على محمد كوناتي اللاعب المحترف في روسيا والمهاجم الأساسي لمنتخب بوركينا فاسو قدي الجمل وقدي الجمال كلام كتير كان بيتقال على صفقة مهمة الأهلي هيضمها في الفترة جاية بلاعب أجنبي هو مهاجم منتخب بوركينا فاسو المطشم الخميس نتفرج ونشوف يمكن الصحافة أو المواقع أو السوشيال ميديا بعد ما تتفرج هي بنفسها تغير رأيها ولا تأكد كلامها أنا بقول لكم في موضوع الصفقات هتسمعوا كلام كتير قوي ولكن الحمد لله أحد الأسماء اللي اتطرحت بشكل كبير هتلعب في استاد القاهرة في تصفيات المونديال ما بين مصر وبوركينا فاسو نتفرج ونشوف وبعدها هقول لحضراتكم المواقع قالت إيه هي هي اللي كانت بتقول جاي ولا هي هي اللي هتقول لا مش جاي خلونا ننتظر ونشوف سبورت 362 مصرية بيقولوا أكثر الحراسة تحقيقاً للكلين شيت خلال عام 2024 حتى الآن مصطفى شبير على القمة قدامنا يمكن مصطفى شبير عشرة عشرة كلين شيت بعده محمد عواد حارس الزمالك خمس مباريات كلين شيت بعده المهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري أربعة كلين شيت ثم بعده أحمد الشناوي حارس بيراميدز أربعة كلين شيت أنا شايف رقم مصطفى شبير أفضل من جانب تاني كمان مش جانب من الرقم إنه هو ضعف عواد بخمسة لع عشرة لا مصطفى شبير ما يلعبش من أول المسم مصطفى شبير لعب بشكل رسمي وخد مباريات رسمية وبقى في التشكيلة الأساسية بعد منافسات كاس الأمم بعد إصابة الشناوي فحنا بنتكلم العشرة دول في المرحلة الزمنية ما بين فبراير حتى نهاية مايو في ثلاث شهور في كلين شيت للعب أو حراس آخرين سواء عواد أو الشناوي أو أحمد الشناوي ومهدي سليمان حراس دول بالعب من بداية المسم من شهر تسعة اللي فات فأنا شايف رقم مصطفى لا يعني قد الأرقام التانية مئة مرة ولها معايير أفضل كتير لصالح مصطفى شوبيل ونتمنى يا رب يستمر على هذا الأداء حساب الاتحاد الأفريقي دور الأبطال وكاس الكونفدرالية قالوا أفضل لاعب داخل القرى في عشرين تلاتة وعشرين طبعا بعد الجايزة اللي منحها الكاف في المغرب لبيرسي تاو فالنهاردة بكلمه عن أنه أفضل لاعب في القرى فيه خلال العام المنقضي وجايبين صور ليه وهو بيحتفل باللقب التالت ليه في دور الأبطال الأفريقية خذوا بالكو بيرسي تاو واخد دور الأبطال الأفريقية ثلاث مرات مرة مع سانداونز 2016 على حساب الزمالك ومرتين مع الأهلي الموسم الماضي على حساب الوداد في المغرب والموسم الحالي على حساب الترجي التونسي في القاهرة فالحساب الكاف بيعمل احتفال لبيرسي تاو بما أنه طبعا كان آخر أفضل لاعب في القرى الأفريقية فيه مسابقات الأندية والجايزة اللي استلامها في حفل أقيم في مدينة مراقش في المغرب العام الماضي طيب قرى بلصي بتكلم عن طاقم تحكيم نهائي دور السلة بين الأهلي والزمالك أنا عايز أقول لحضراتكم سوري لأهلي والاتحاد السكندري نا ده ما متعودين على مباراة أهلي والزمالك كتير ولكن في البسغت الاتحاد السكندري أكيد عامل مستوى كبير جدا لكن الفاينال أو نهائي دور السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري طبعا هو البيست أوفايف عايبقى فيه خمس مباريات عشان اللي يكسب ثلاث لقاءات يتوج ببطولة دوري المحترفين في كرة السلة أولا التلاث مباريات الأولانيين يوم 7-6 يوم 9-6 يوم 11-6 دول أول معاد لتلاث مباريات بالترتيب طبعا لو فرقة كسبة التلاث مباريات خلاص يتوج بطل الدوري طب لو حصل تعادل فيه 13-6-14-6 الجولة الرابعة والخمسة يعني مثلا 7-6 الأهلي كسب 9-6 الاتحاد كسب 11-6 الأهلي كسب يبقى لسه فيه جولتين لو 13-6 الأهلي كسب يبقى 3-1 خلاص خد الدوري لو حصل تعادل والاتحاد كسب يبقى الماتش الفاصل هيكون يوم 14-6 طب البطولة هتتلعب فين الاتحاد سكندري كان طلب من الاتحاد السلة اتحاد المصري ان الماتش أو الماتش تتلعب في صلة الساد القاهرة فاكرين طبعا الحدث المؤسف اللي حصل في صلة دكتور حسن مصطفى من حوالي سنتين وعلى أثر هذا الاحادث ستتوفى مشجع من نادي الاتحاد سكندري فكان الاتحاد اللي طلب ان البطولة تتنقل لساد القاهرة النادي الال على فكرة اتخذ رأيه ووافق جدا ما عندوش اي مشاكل وهنا شايفين العلاقات الجيدة لما بين الادارة الالي والاتحاد سكندري كان فيه تنصيق كبير ما بين الكابتن محمود الخطيب والأستاذ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد وعلى هذا الأساس الاتحاد البسكت نقل الماتشات كلها تتلعب في ساد القاهرة ابتداء من يوم سبعة ستة طاقم التحكمة هيكون أجنبي وهيكون من بورتوريكي روبيرتو فاسكويز ومعا حكم ملاتفيا مارتينيز كولوفيسكي ومواطنه آيس دين جاتيس سالنز دولها هيكون موجودين لإدارة نهاية دور السوبر السلة بين الاهل والاتحاد السكندري اللي اتحاد طلب تحكم أجنبي والاهل طلب تحكم أجنبي والاتحاد البسكت ما كانش عنده مشاكل فأسند المباريات لتحكم أجنبي بالإضافة للمباريات هتلعب في أستاذ القاهرة نتمنى التوفيق رب للنادي الأهلي لتحقيق هذا الإنجاز الكبير استكمال الإنجازات التاريخية اللي هتكلم عليها النهاردة واللي منشورة في سبورت 362 واللي بيتكلموا فيها على قبل نهاء دور السوبر لكرة السلة اللي هتلعب يوم سبعة ستة يوم سبعة ستة 18 بطولة حققها الأهلي في ألعاب الصلاة الجمعية هذا الموسم موسم مميز للمرد الأحمر رجال الطايرة حققوا أربع بطولات سيدات الطايرة حققوا ثلاث بطولات رجال اليد عملوا الربعية سيدات اليد حققوا الثنائية رجال السلة عملوا بطلتين سيدات السلة ثلاث بطولات 18 بطولة وفي انتظار التسعتاشر بإذن الله بعد مباريات الأهلي والاتحاد السكندري في صالة أستاذ القاهرة طيب نروح للترند المحلي والخبر المتعلق باليوم السابع إن طاقم حكام مباراة مصر وبركينا طاقم الكيني هيصل اليوم إلى القاهرة ده الطاقم المتعلق بالمباريات لتصفيات كس العالم نروح لحاجة تانية في الترند المحلي حساب بطولات على فيسبوك تصريح لرامي ربيعة قبل مباراة بوركينا في منافسات تصفيات كس العالم قال الأهل والزمالك حصد بطولتي دور الأبطال والكونفيدرالية وهذا دافع للعبين وإن شاء الله ندافع عن اسم مصر نتمنى بالتأكيد تواجد الجماهير يدعمونا في مباراة مصر وبركينا ودير السالة بنوجهها الكل لجماهير مصر احضروا مباراة مصر وبركينا يوم الخميس في استاد القاهرة الساعة عشر بالليل دعوة عامة لكل الجماهير المصرية لحضور المباراة طب نروح بقى للسؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة توقعاتكم لتشكيل مصر أمام بوركينا سريعا عبدالله بيقول شبير هاني منعم رامي عمر كمال حمد فتح إمام عشور زيزو صلاح مصطفى محمد محمود حسن تريزيجي حمد بيقول شبير هاني ربيعة منعم عمر كمال مروان إمام زيزو تريزيجي صلاح مصطفى محمد يعني فيه استقرار على الحارس والدفاع محمود أيضا بيأكد نفس الكلام شبير هاني ربيعة منعم عمر كمال مروان إمام زيزو تريزيجي صلاح مصطفى محمد محمد رمضان بيقول مساء الخير شبير هاني ربيعة منعم عمر كمال ده جماعة الناس كلها ما بتغيرش العيف في حارس المر موقعات الدفاع مروان امام زيزو تريزيجي صلاح مصطفى محمد نفس التشكيلة طيب احمد عباس بيقول انا من السودان ومتابع جيد لبرنامجك وبرنامج ملك وكتابة وبرنامج السادسة والمحترف للكابتن هاني رمزي سعداء بالتأكيد بمتابعتك اتوقع الشناوي محمد هاني منعم ربيع عمر كمال مروان اقرم توفيق امام عشور صلاح وتريزيجي ومصطفى محمد تحية ليك والجمهور الاهل العظيم السوداني محب للاهل واشجع المريخ السوداني احنا سعداء بيك يا قصد احمد وسعداء بكل الاشقاء في السودان على حصهم على متابعة برنامج الترند ومتابعة كل برامي قناة النادي الاني في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وغدا لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج الترند شكرا وإلى اللقاء